موسيقى بسم الله الرحمن الرحيم اهلا وسهلا مشاهدة يفزيون الحياة وحلقة جديدة وحصات جديدة من الكرة مع الحياة نوضع نتكلم في حاجات كتيرة جدا جدا ويمكن اهمها وهنبتدي بها وهو دورة الترائي وسعود ثلاث فرق وامطنطة والشرقية والنصر التعليل ألف ألف مبروك للثلاث أندية وهارد لك لأترسانة والأسيوتي وضمانهور على طبعا النتائج يمكن فيه هنتكلم في كل حاجة النهاردة عن دورة الترائي عن الصعود ثلاث فرق بشكل كبير فرحتهم طبعا وطموحهم الموسم القادم وهيعملوا ايه الموسم القادم وعملوا ايه الموسم لفات برضو لانا اكيد انجاز كبير لانا تطلع بشكل كبير للدرجة الممتاز يعني يمكن فقرة كبيرة وفقرة مهمة ويمكن انعرف الناس بيه ثلاث اندية طبعا هو اندية كبيرة واندية مشهورة لكن خلينا برضو نلقي الضوء على هذا الانجاز هيكون معنا طبعا الاستاذ فايز عيبي رئيس نايد تنطا وكابتن خالد عيد كابتن منكبير طبعا مدير الفني والاستاذ حمدي مرزوق رئيس نادي الشرعية وكابتن ايمن المزين او مدير الفني وهيكون معنا كابتن حمد رسال مدير الفني نادي ناصر التعديل نظرا لغياب الاستاذ ناجح فريق ريسي النادي بسبب يعني ارتباطات مع المحافظ ويكون معنا محمد ناصر هدافل فريق ناصر التعديل هيكون معنا من هذا الفقرة الاولى هنتكلم عن كل ما يخص دورة التراقي طبعا وكل النادي بيتكلم عن نجاحاته ونجاحه هذا الموسم وشايفين ازاي الموسم القادم احنا نشوف فترة الاخيرة اللي بيصعد بسرعة او اللي بيصعد بينزل بسرعة هل الموسم القادم مع الاندية التلاتة هيكون فيه متغيرات ده هنعرفه ان شاء الله وهنعرف طبعا نجاحهم هذا الموسم كان ايه الاسباب اللي بقدت لنجاح تلاتة اندية منهم نص التعديل لأول مرة اعتقد في التاريخ ان يوصل للدرجة الاولى الممتاز بالتوفيق لكل الاندية ان شاء الله فقرة تانية يكون معايا كابتن كبير العالمي كابتن جمال الغندور رئيس نجة حكام يكون معنا فقرة مهمة جدا جدا نتكلم معايا عن التحكيم والمشاكل اللي بتحصل مع التحكيم ان كان من ادارات اندية ان كان من مديرين فنيين ان كان من التحكيم نفسه هل لو التحكيم ظالم ام مظلوم هل معالجات كابتن جمال الغندور هتكون ازاي في الفترة القادمة يكون حلقة ان شاء الله اوفقرة مهمة جدا مع كابتننا الكبير كابتن جمال الغندور ثم الفقرة الثالثة هيكون معنا فقرة الاعلام والنقد الرياضي وهيكون معنا اربعة من نقاطنا الرياضيين عمر ايوبي وشادي عيسى واحمد عويس وبالي ابو عيد طبعا مع حفز اخب كل ما يكونون منورين ان شاء الله في الفقرة التالتة النهاردة برضو خلينا اقول لك كان في سوري بتحليل بدخلات زاملنا كابتن محمد فاروق وكان فيه وراطين النهاردة مع كابتن اكرامي كابتننا الكبير وكابتن عيد صلاح عبداللطيف وانتهوا بالتعادل واحد بالتعادل السلبي والتاني طبعا مطش كان قوي جدا ما بين اتحاد الشرطة واسوان بعد تقدم اسوان بهدفين بيتعادل اتحاد الشرطة باثنين اتنين ومبارا الاولى بتوجد وتتعادل مع الداخلية مبارا شوفنا مع كابتنين زاهر وضيوف القرام مبارا مهمة جدا كان برد تقدم الاسماعيلي بهدفين وثم تعادل غزل المحلة باثنين اتنين كلها لغاية الولايات لازبوع الخمسة وعشرين هو اسبوع التعادلات ما بين تعادلات سلبية وما بين اتنين اتنين ده طبعا مطش اسوان واتحاد الشرطة ايريك تراوري بيجيب الهدف الاول في الديئة خمستاشر ثم بيضيف الهدف التاني نفس اللاعب من ضربة سبتة وبدماغه بيحط برضو ايريك تراوري بعدها بعشر دقائق والاسوان بيحرز تقدم بهدفين ثم يعود نادي اتحاد الشرطة مع بداية الشرطة التاني واحمد مصطفى شمامة بيحرز الهدف الاول في الديئة اربعة وخمسين وصامويل اوسو في الديئة خمسة وتمانين بيحرز هدف التعادل ومطش فيه كفاح كبير جدا من الفريقين ان كان في الاسوان في الشرطة الاول او في اتحاد الشرطة طبعا خروج خاطئ تماما من حارس المرمى واوسو بيجيب هدف التعادل المطشات الغير دلوقتي فيها ندية كبيرة جدا فيها شغل فني كبير شغل تاكتيكين برح شفنا الاتحاد شفنا المحلة مع عكبة سامير كامونة شرط التاني وعودة قوية جدا جدا شرط تاني وانا شايف ان سامير كامونة على رغم من نتائج طبعا وعدم فوز المحلة حتى الان ولكن فيه تحسن كبير جدا فيه اداء المحلة خلال نروح لفاصل سريع ونرجع نستقبل ديوفنا القرام ابطال دورة الترقي والصعود للدورة الممتاز هن يكونوا معانا ان شاء الله بعد هذا الفاصل اشتركوا في القناة